كل ما يجري في قليم كردستان من قبل القوات التركية المعتدية على الأراضي العراقية هو يجري بتنسيق بدليل البيان البائس الذي خرج من الحكومة العراقية بعد لقاء رئيس الوزراء مع السفير التركي في بغداد هذا البيان البائس وهذا اللقاء المجحف يعبر عن مدى التنسيق المسبق بين الحكومة العراقية وقيم كردستان من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى حول هذه الانتهاكات التي يتعرض لها العراق والخلوقات الأمنية الخطيرة التي يمارس من خلالها الأتراك دورا تخريبيا في العراق ما كان لهذه القوات أن تتوغل داخل العمق العراقي دون ظوء أخضر من حكومتي بغداد وحكومة قليم كردستان وكان حريب رئيس الوزراء أن يستدعي السفير التركي في العراق ويسلمه مذكرة احتجاج أن يقلص التنفيذ الدبلوماسي التركي في العراق يعني يمارس الطرق الدبلوماسية بالاحتجاج لا أن يذهب ويتحدث مع السفير التركي حول ضرورات تنسيق مشترك للمناطق الحدودية المشتركة بين العراق والتركية دلالات هذا الاخلال دلالات خطيرة جدا وأنا أعتقد أنها تأتي في توقيت مرتبط مع تحركات أمريكية في المنطقة ولا يخفى على الجميع من أن هناك تنسيق أمريكي تركي مشترك لاستهداف المنطقة في العراق في سوريا وهذا الاستهداف واضح من خلال توضل الجيش التركي تحسبا لما قد يجري من أحداث خلال الأيام القادمة وخصوصا هناك توقعات بوجود حرب يشترك فيها الجانب اللبناني سيد إياد هذا الموقف من قبل الحكومتين سواء حكومة أقليم كردستان أو الحكومة الاتحادية ما أسباب هذا الضعف في الموقف تجاه كل ما يجري على الأراضي العراقية؟ للضعف أكثر من سبب لكن السبب الرئيسي هو عدم وجود تنسيق بين القوى الوطنية العراقية لكي تضغط باتجاه رئيس الحكومة ويمنع مثل هكذا تعديات نحن نعلم أن هناك بعض القوى السياسية المرتبطة بتركيا بنحونا أو بآخر هناك قوى سياسية أخرى تخشى من الأتراك وتبحث عن مستقبل سياسي وإن كان هذا المستقبل السياسي على حساب مصالح العراقيين وبالتالي فإن وجود مثل هذه الأطراف في العملية السياسية يعرقل من أن يكون هناك موقف وطني عراقي تجاه الاحتلال التركي السافر للأراضي العراقية هذا سبب السبب الآخر أن هناك ضغوطات أمريكية على الجانب العراقي ليسمح للأتراك بأن يعيثوا في الداخل العراقي كما يشاءون تحسبا لدورة جديدة من الأحداث في المنطقة بما يتعلق بغزة والصراع الذي قد يمتد يشمل حزب الله لبنان كل هذه الأمور أو هذان السببان هما ما يجعل الحكومة تتباطئ فيه أن تتخذ الدور المناسب اتجاه الهجمات التركية البردرية على شمال العراق طيب سيد إياد يعني ليس هناك مخاوف من قبل الحكومة العراقية يعني الحكومة الاتحادية من أن هذا التوغل والوجود التركي الآن قد يتحول فعلا إلى احتلال دائم يعني هي ليست مجرد عملية عسكرية تم الاتفاق وأخذ الأزن من الدولة صاحبة الأرض يعني بل هي عمليات توغل ويعني أصبح اليوم هناك أكثر من بحسب تقارير أكثر من 70 قاعدة عسكرية لنظام التركي داخل الأراضي العراقية ليست لدى الحكومة مخاوف بهذا الاتجاه لو كان لديها مخاوف يعني استدعى ذلك تدقل دولي هناك محكمة عدل دولية هناك هيئة الأمم المتحدة هناك مجلس الأمن الدولي وبالتالي يمكن للعراق حكومة العراق أن تمارس دولة ديبلوماسية نحن مريد رئيس الوزراء يشيل بندقية وروح قاتل بقليم كردستان العراق ولكن هناك طرق دبلوماسية ممكن أن يتبعها مع الأتراك هناك طرق اقتصادية هناك أكثر من ضغط وضغط من الممكن أن تمارسه الحكومة لو كانت لديها مخاوف حقيقية من التوغد التركي لكن أنا أعتقد أن الحكومة ليست لديها أي مخاوف من هذا التوغد لأنه يجري باتفاقات مسبقة نعم من بغداد إياد الإمارة كاتب ومحلل سياسي شكرا جزيلا لك